احنا يعني مرضى الربو عندنا صورة كمان ممكن نبص عليها تساعدنا في معرفة أسبابها دي الحاجات اللي هي بتبقى محفزات اللي بيحصل معاها اللي ممكن صدرنا أو المريض ربو الشعبي يشتكي ان هو صدره بيقف البعديها تعرض للسجاير حبوب اللقاح الغبار والدخان الحيوانات الأليفة في البيت زي القطط أو الكلاب كيمويات اللي بتعرض لها تغيرات في درجة الحرارة الهواء السائع طيب في حالة الحيوانات الأليفة اللي بتبقى موجودة في البيوت ودي بقت يعني في بيوت كتيرة موجود فيها حيوانات أليفة دي السبب الأساسي فيها بيبقى فروها أو الشعر الزبط بيبقى الفرو والشعر دي حاجات بتبقى أورجانيك فالمريض لما بيتعرض لها فهي بتبقى كمحفز أو مهيج للشعب الهوائية للناس اللي عندهم استعداد لأن في ناس كتيرة مربية حيوانات ما عندهش مشكلة بكل الناس طبعا مريض الحسسية ده بيبقى هو عارف كويس أوي أنه هو مريض حسسية هو عارف أنه هو لما بيتعرض لحاجة معينة صدر بيقفل بعدها هو عارف أنه هو لو شم بيرفيوم لو شم دخين أو كيمويات أو تعرض لحاجة صدر ممكن يقفل بعدها لكن في الوقت الطبيعي في الأيام في الوقت العادية بيبقى ما عندهش مشكلة هو الفرو أو الشعر يبقى دايماً هيكون موجود في المكينة في ناس هتقولك أنا هستحمد هيقولك أنا هكمل زي ما أنا مش هادر استغنى عنه هكمل مع العلاج ورغم أنهو بيعاني بس هيقولك لا أنا هفضل معين مش هادر استغنى عنه أو أسيبه فدي قرار الأول الأخير رابوا رابوا بس قرار الأول الأخير بيجعل المريض يعني إحنا ما إنت هتنصح المريض هتقوله هتكتب له علاجه هتشرحه الوضع عامل إزاي وبعد كالقرار الأول الأخير برضو هيرجعله أنا مش هادر أن أنا أقوله لازم تعمل كذا